فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وروا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبن جيح عن إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرافات شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر أن تكسر راد بن عمر رضي الله عنه أتى على مسجد من الجحفة وهي ميقات أهل الشام والجحفة قرية خريبة قريبة من رابغ وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام لأهل الشام ومن جاء عن طريق الساحل إذا أراد الحج أو العمرة فيها مسجد دخله ابن عمر فرأى فيه شرافات وهي ما يجعل على رؤوس الجدران من التزيين والزخرفة فخرج وصلى خارج المسجد وذلك لأنه شبهها بأنصاب الجاهلية فإن الجاهلية ينصبون حجارة ويذبحون عندها ويصلون عندها فنحن نهينا عن التشبه بهم وهذا شاهد لأن التشبه بالكفار عموما سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو أعاجم أو مشركين أميين أو غير ذلك فنحن منهيون عن التشبه بغير المسلمين وفي هذا تنبيه على المنع من زخرفة المساجد بالشرفات وبالأصباغ وبغير ذلك فإن المساجد للعبادة وليست للزينة والمباهات وإنما هي للعبادة والخشوع والصلاة فيها